أتيت إليكم بفيديو جديد عن شركة سفير بعد انقطاع فترة ما عن هذه الشركة اليوم سوف نتكلم عن لماذا يجب أن لا تضيع فرصة الاشتراك في شركة سفير زينيك على نفسك سوف أحاول أن أقدم لك الأمور التي تثبت أن هذه الشركة جديرة جديرة بالاهتمام وجديرة بأن يسجل فيها معظم الناس طبعا أنا لا أقدم هذا الفيديو هي ليست نصيحة للاشتراك أو لن أحاول أن أفرض عليك رأيي بالاشتراك في هذه الشركة هي مجرد إبداء رأيي أنا سوف أقدم رأيي في هذه الشركة وأقدم لك بعض المعلومات التي ربما تكون تحتاجها وبعض الروابط التي تدلك على البحث بشكل أفضل عن هذه الشركة طبعا شركة سفير هي الموزع الحصري للأجهزة والبرامج التي تنتجها شركة زينيك للتقنيات والتي تعتمد على اللامركزية الكاملة لنظامها البيئي الذي يتألف من إذن شركة زينيك لا تتألف فقط من عملة زينيك تتألف من عدة أمور بمجموعها تتكامل لتشكل شركة قوية جدا ستكون منافسة لمعظم الشركات الموجودة في عالم التعدين وعالم العملات الرقمية على أرض الواقع حاليا منها بلوكشين زينيك البلوكشين هي يعني هو مصطلح ربما يكون جديد على الكثير من الناس وأنا أحدهم يعني سمعت بهذا المصطلح عند التعامل مع هذه الشركة وفي البداية حتى لم أكن أعرف ماذا تعني بلوكشين وحتى الآن لستم متمكن في هذا المصطلح حتى أشرحها لكم ولكن البلوكشين هي كلمة كبيرة جدا في عالم العملات الرقمية حيث يتم تعدين العملات الرقمية بناء على أو على البلوكشين فمثلا عملة البيتكوين يتم تعدينها على البلوكشين الخاص بالبيتكوين عملة الإثيريوم يتم تعدينها على البلوكشين الخاص بالإثيريوم والكثير من العملات الرقمية كما تعلمون يوجد أكثر من عشرة ألاف عملة رقمية ليست جميع العملات الرقمية لها بلوكشين خاص بها فمعظم العملات الرقمية تعتمد على بلوكشين خاص بعملات أخرى شركة زينيك لها بلوكشين خاص بها وهذا البلوكشين له ميزات كبيرة جدا تتميز عن يعني هي متطورة عن البلوكشينات الموجودة حاليا بكثير بمئات المرات سوف أترك لكم الكثير من الروابط التي تفيدكم فيها معلومات من قبل الشركة ملفات PDF وفيديوهات موجودة في آخر صفحتين لا نقوم بشرح كل شيء هنا لكي لا يطول الفيديو وأيضا عملة زينيك عملة زينيك التي بمجرد التسجيل في الشركة وشراء جهاز تعديل أو شراء أسهم من جهاز تعديل فهذا الجهاز يقوم بتعديل عملة زينيك يوميا لك في مكتبك الخلفي تراه كل يوم أجهزة زينيك للتعدين هي الأجهزة التي تعدن هذه العملة هذا هو أحد الأجهزة جهاز لوحي يمكن أن تحصل عليه فيأتيك للبيت وتوجد أجهزة أخرى صفحة نتكلم عنها بعد قليل تطبيق زينيك هو تطبيق على الهاتف سواء أندرويد أو أبل ويمكنك ربط جهازك أو ربط المكتب الخلفي الخاص بك في هذا التطبيق وتداول عملة زينيك على هذا التطبيق بدون عمولة بورسة زينيك أو منصة تداول زينيك هي مثلها مثل بورسة باينانس أو منصة باينانس سوف تكون منصة قوية جدا معاصرة منافسة للمنصات الكثير من المنصات الموجودة في السوق ويعمل عليها بأن تكون من أفضل عشر منصات موجودة في العالم العملات الرقمية طبعا ليست كل هذه الأمور متاحة حاليا سوف نتكلم عن خرط الطريق بعض قليل مشروع زينيك للترميز أيضا مصطلح ترميز أو توكنيزيشن هو أيضا مصطلح جديد مصطلح لم نسمع به ربما أغلبنا وأنا أحدهم توكنيزيشن هو يقصد به تحويل الممتلكات العينية كالأراضي والعقارات والمنازل واللوحات فنية وأي شيء مرموس تحوله إلى عقد ذكي تحوله إلى عقد ذكي على البلوكشين فلا يمكن تغييره أو تزويره أو يعني هو بمثابة عقد وكأنك كتبت عقد وعليه شهود ومحمية من قبل الحكومات ولكن هذا أقوى حتى من العقود الحقيقية عندما يكون التوكنيزيشن أو الترميز على البلوكشين إذن هذه المنتجات أو الفوائد الموجودة في شركة سفير المروجة لمنتجات زينيك وتقنيات زينيك هذه هي تقنيات زينيك إذن لب الشركة هنا زينيك ولكن المروج لها هو شركة سفير إذن قوة هذه الشركة تأتي من اجتماع عدة عوامل قوية متمثلة في شركة سفير والتي هي المروج قلنا المروج الحصلري لأجهزة زينيك وهذا مقرها في دبي لها مقر واحد حاليا في دبي ومستقبلا سوف يكون لها أربع مقرات يخطط لها في الهند وأوروبا وروسيا وأمريكا الأمر الآخر أو الشريك الآخر هي شركة تقنيات زينيك التي تنتج أجهزة التعدين ومنتجاتها السوفتوير البلوكشين التطبيق التطبيق زينيك منصة زينيك بورصة زينيك التي ستساعد في دعم عملة زينيك الشريك الثالث إذن هذا هو مقر شركة زينيك أيضا في دبي الشريك الثالث هو بنك OCS لاستثمار والمنتجات في دبي هذا هو مقر البنك هو الدعم المالي لهذه الشركة الدعم المالي لهذه الشركة وأخيرا وليس آخرا دعم العائلة المالكة المتمثل بشراكة الشيخ صعيد بن حاشر المكتوم يعني هذا العقد الشراكة بين الشيخ صعيد بن حاشر المكتوم والمدير التنفيذي لشركة زينيك والآن سوف نتكلم عن كل واحدة منها ببعض قليل من التفصيل ليس الكثير لا أريد أن أطيل من هذا الفيديو الآن إذن شركة سفير قلنا هذه الشركة مقر الشركة هنا هذا عنوانها هذه الأربع مكاتب مستقبلية لها ليست موجودة حتى الآن حتى الآن يوجد فقط مكتب دبي هو قلنا الموزع الحصري لأجهزة التعدين ترويج وبيع الأجهزة وإعطاء مجال لنا لبناء الفريق والاستفادة من عمولات الفريق يمكنك زيارة هذا الموقع هذا موقع شركة سفير إذا كنت تريد طبعا أنا دائما أنصح أي أحد يريد الدخول في أي شركة أن يبحث عن الشركة بنفسه ولا يعتمد على كلام الغير يعني أنا فقط أريد أن أعطيك المفاتيح لكي تبحث ولا تلتزم فقط بما أعطيك إياه ابحث أنت أيضا بشكل أفضل نضغط على هذا الرابط لندخل إلى شركة أو إلى موقع شركة سفير هذا موقع شركة سفير وأيضا أيضا يمكنك تسجيل هذا الرابط الإحالة الخاص بي يمكنك إذا سجلت من هذا الرابط ستتمكن من فتح حساب في شركة سفير وقراءة بعض المعلومات المتوفرة في شركة سفير يعني توجد الكثير من المعلومات الموجودة في المكتب الخلفي حتى بدون أن تشتري الجهاز أو تشتري أسهم يعني بإمكانك أن تسجل حساب مجاني بدون أن تدفع شيء وتقرأ للوصول إلى المعلومات للوصول إلى المكتب الخلفي وفيما بعد إذا أردت أن تكمل أن تشتري الجهاز أو أسهم منه تكمل إن لم تشفى فتتركه بدون أي مشاكل طبعا بإمكانك بدون دفع بدون دفع رسوم الاشتراك أيضا البدء ببناء فريق ولكن تستفيد فقط من المستوى الأول لا تستفيد من المستويات الأخرى حتى تقوم بشحن حسابك من خلال شراء جهاز أو أسهم من جهاز سوف نتكلم عن ذلك بعد قليل الأمر الذي كثيرا ما يسأل عنه الناس نصداقية هذه الشركة أو هل هذه الشركة فعلا شركة حقيقية موجودة في دبي وهي فعلا مرخصة طبعا الشركة موجودة في دبي من خلال يعني تأكدنا من هذا جميعا على الهواء مباشرة من خلال المؤتمر الذي حدث في مؤتمرين لزنيك حدثا في دبي مؤتمر في الشهر الماضي ومؤتمر في الشهر الذي قبله في الشهر الماضي كان مؤتمر كبير جدا حيث دعي إليه الأشخاص الذين لديهم فرق كبيرة في شركة سفير والذين يحققون بعض الشروط حيث حضر هناك تقريبا خمسمائة شخص حضروا مؤتمر لمدة ثلاثة أيام وكان هناك فعاليات وأتم نقلها وتوجد فيديوهات كثيرة وأنا وضعت روابط رابط لفيديو في نهاية الأحد القادة الأمريكان يتكلم عن وجودهم هناك وحضورهم هناك وعن الأمور التي مروا بها ويتكلم عن تجربته هناك الأمر الآخر نستطيع بالدخول إلى هذا الرابط أن نرى ترخيص هذه الشركة هذا موقع فرنسي يبحث في بصداقية الشركات إذا دخلت إلى هذا الرابط تجد هنا ترخيص شركة سفير وترخيص شركة زينيك كلاهما موجودتان هنا تستطيع الاطلاع عليها ويعني الشركة لاته دبي فهذا المركز هو المسؤول عن متابعة الشركات التي تعمل في دبي شركات المالية التقنية بالضغط على محرك البحث هنا وكتابة زينيك والضغط على انتر تصدر لنا هنا ترخيص ترخيص شركة زينيك يعني أعطانا نتيجة public registration يعني أنها مسجلة بشكل عالني لا يوجد شيء مخفي بالضغط عليها نرى تفاصيل أكثر نرى تفاصيل أكثر عن الشركة هنا هذه company information معلومات شركة data protection يعني حماية المعلومات يعني جميع المعطيات المعطيات موجودة هنا active يعني شركة نشيطة تعمل الآن نذهب إلى الشريك الثالث وهو bank OCS الدولي لسراوة الاستثمارات حيث يدعم يقدم الدعم المالي اللازم لإنتاج أجهزة التعدين والمتطلبات الأخرى يعني شركة زينيك حتى تعد حتى تقوم بإنتاج هذه المنتجات سواء هاردوير أو السوفتوير يعني الأجهزة أو المنتجات الرقمية فهي بحاجة إلى أموال طائلة فهي بحاجة إلى شريك يقدم الدعم المالي للحصول على معلومات أكثر عن هذا البنك تستطيع زيارة الموقع الرسمي لهذا البنك من خلال هذا الرابط طبعا هنا الخبر الذي له علاقة بشركة زينيك يعني هناك من يقول وما الذي يضمن لنا إن هذا هذا البنك فعلا متعاقد مع شركة زينيك هنا الخبر موجود على موقع البنك يعني البنك لا يعطي خبر يتعلق بشركة ما على موقعه إذا كان غير متعامل معه وهنا بعض المعلومات التي تتعلق بزينيك تستطيع البحث عن هذا البنك الذي له أعتقد ثمان أفرع حول العالم يعني هو ليس الفرع الوحيد في دبي إذن الآن شركة سفير عندما نقول شركة سفير نحن ضمن نقص ثلاث شركات مجتمعة شركة سفير وشركة زينيك وبنك أو سي اس الذي يميز هذه الشركة هذه الشراكة إنه يعني ليست شركة واحدة مجتمعة شركة سفير وشركة زينيك وبنك أو سي اس الذي يميز هذه الشركة هذه الشراكة إنه يعني ليست شركة واحدة فإذا أفلست هذه الشركة فنكون نحن نتعرض للإفلاس أيضا كمشتركين فيها أو نتعرض للنصب أو نتعرض لأمر سيء فإذا لا سمح الله الشركة السفير الشركة المروجة تعرضت لمشاكل مالية أو مشاكل قانونية وأغلقت فإن شركة زينيك والبنك لن يتركان العمل يذهب أدراج الرياح فسوف يبحثون عن بديل لشركة سفير وكذلك إذا هذه الشركة المنتجة للأجهزة قررت أن تترك العمل فمن مصلحة شركة سفير والبنك أن يتعاقد مع شركة أخرى تكمل المشوار وإذا تركهم البنك فالشركتين الأخرى سوف يبحثان عن بنك ثالث لإكمال المشوار فهنا تكمل قوة قوة هذه الشركة ثلاث تخصصات مختلفة تكمل بعضها البعض اللب العمل هنا هو شركة زينيك الشريك التقني الشريك المنتج للتقنيات والدعم المالي هو البنك يدعم ماليا والدعم الترويجي لأن أنتجنا المنتجات وكان يوجد دعم مالي ساعدنا في إنتاج هذه المنتجات ولكن لا يوجد لنا لدينا من يروج هذه الشركة بشكل كبير لتكون في مصاف في مصاف الشركات المنافسة للشركات القوية فلن نستفيد فلذلك هنا يأتي دور بناء الفريق ودور بناء المصفوفة وتوزيع أرباح الفريق حتى يكون هناك أشخاص يعملون لصالح هذه الشركة أنا الآن أنا الآن شخص أجلس في بيتي ولكن أروج لشركة زينيك لماذا؟ ليس بالمجان لأنني أنا أستفيد أيضا منهم عندما يصبح لدي فريق فأحصل على عمولات من الفريق طبعا العمولات تأتيني من الشركة وليس من الأعضاء الذين يسجلون معي يعني عندما يسجل سيني من الناس في فريقي فأنا لا أخذ من أمواله شيء وإنما الشركة هي التي تكافئني أنني ساعدتها في ترويج منتجاتها كيف يمكن متابعة سعر عملة زينيك وبيعها؟ يعني عملة زينيك هل هي موجودة؟ نعم هي موجودة وأراها كل يوم في مكتبي الخلفي يمكنني متابعتها على إثر سكان من خلال هذا الرابط ويمكنني بيع العمولات المعدنة على موقع يوني سواب أيضا من خلال هذا الرابط أو على موقع بانكيك سواب حيث أنه مؤخرا تم إدراجها قبل شهر في المؤتمر في مؤتمر دبي تم إدراج هذه العملة على منصة أو على بلوكشين بانكيك سواب الخاص ببينونس ولذلك نأمل قريبا أن يتم إدراج هذه العملة عملة زينيك على منصة باينونس أيضا حينها سوف يرتفع السعر ارتفاعا كبيرا إن شاء الله طبعا سعر هذه العملة حاليا يعني يتراوح بين 30 سنت حتى 40 سنت من اليورو يعني سعرها ولكن عند انطلاق الشركة في شهر شباط كان سعرها يعني أقل من ذلك بكثير يعني العملة صعدت خلال هذه الأشهر عشرات أو خمسة عشر ضعفان تذكروا أن البيتكوين بدأ قبل 11 عاما بقيمة صفر قبل 12 عام تقريبا بقيمة صفر وخلال مشوارها يعني في السنوات الأولى فصعدت شيء بسيط جدا ولكن بعد ذلك حققت أرقام خيالية وصلت للستين ألف طبعا هذا المؤشر قديم هذه الصورة قديمة وصلت إلى تمانية وستين ألف خلال هذا الشهر منذ أيام فعملة زينيك أيضا مدعومة بآلية قوية سوف تجعلها تنافس جميع العملات الموجودة حاليا يعني عملة زينيك الجهاز عدن عملات يومية وأيضا يوجد لدينا منصة التداول منصة التداول التي سوف تجرب الكثير من الزبائن وهذه المنصة أيضا تتعامل مع جميع البلوكشينات يعني يمكنها أن تتعامل مع يمكن لأي عملة أن تقوم ببيع وشراء أي عملة على منصة التداول خاصة بزينيك سواء البلوكشين إيثيريوم أو بلوكشين باينانس أو أي بلوكشين آخر وأيضا موضوع الترميز ترميز الأسهم الرقمية وترميز العقارات وترميز الشركات هذه الأمور كلها سوف تكون مساهمة في رفع سعر هذه العملة هل كل هذه الأمور متاحة حاليا لا بعض الأمور تم إنتاجها كأجهزة التعدين كالتطبيق يعني هذه الأمور جاهزة حاليا ولكن بعض الأمور لم تنطلق بعض ونحن ننتظرها بفارغ الصبر لأن هذه التي سوف تحقق الفارغ في سعر هذه العملة خصوصا البطاقة ومنصة التداول ومشاريع الترميز التي بدأت يعني هذه الأمور سوف ترفع من سعر العملة بشكل كبير إن شاء الله أجهزة التعدين يعني منتجات الشركة التي أنا حتى أحصل على عملات فيجب أن أشتري جهاز لتقوم بتعدين هذه العملات ليه يوجد لدي نوعين أساسيين من الأجهزة جهاز لوحي تستطيع شراءه ويأتيك إلى المنزل ولكن غير متاح في كل الدول يعني هي حسب في بعض الدول لا نستطيع أن نحصل على هذا الجهاز بسبب القوانين الجمركية وكلفته تقريبا ألفين يورو وجهاز آخر جهاز تشتريه بتقريبا ألف خمسمائة يورو يبقى في مقر الشركة ويعدن لك وتستطيع متابعة تعدين لحظة بلحظة على المكتب الخلفي الخاص بك طبعا الجهازين سواء اللوحي أو الجهاز الذي يبقى في المكتب كلاهما يعدنان بنفس السوية وبنفس القيمة وبنفس الوتيرة مع فارق أن هذا الجهاز يأتيك إلى المنزل يكون بين يديك ويستهلك منك الكهرباء والإنترنت وعند انقطاع النفاذ البطارية أو انقطاع الإنترنت فيتوقف التعدين أما هذا فيعمل دائما 24 ساعة على 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في الأسبوع في السنة لمدة ما يقارب العشرين عام ولكن إذا قلت لي أنك لا تستطيع أن تتحمل هذه الأرقام فيمكنك شراء أسهم يعني تشتري سهم من أصل 32 يعني يتم تقسيم الجهاز هذا إلى 32 قسم فتشتري سهم من أصل 32 مقابل 100 يورو أو واحد من أصل 16 قسم بقيمة 150 يورو لاحظ أنك هنا وفرت على نفسك 50 يورو يعني كلما كانت الأسهم قليلة كلما تكون نسبة السهم أيضا قليلة فمن الأفضل قدر لم كان أن تشتري سهم أكبر يعني نصف جهاز مثلا 800 يورو ولكن الجهاز الكامل 1500 يورو فالأفضل لمن يستطيع أن يشتري على الأقل جهاز ولكن يعني ليس جميع الأشخاص أنا شخصيا بدأت ب100 يورو ولكن فيما بعد فتحت حساب آخر لزوجتي وفتحت حساب آخر لابني وبقيمة تقريبا بقيمة في على الأقل جهاز ولكن يعني ليس جميع الأشخاص أنا شخصيا بدأت ب100 يورو ولكن فيما بعد فتحت حساب آخر لزوجتي وفتحت حساب آخر لابني وبقيمة تقريبا بقيمة في الحسابات 300-800 يورو لأنني يعني كانت لدي بعض المخاوف في البداية حتى مؤتمر دبي اطمئنيت أكثر واشتريت جهاز كامل بـ 1500 يورو يعني أنا أملك في ثلاث حسابات حاليا جهاز ونصف تقريبا وهناك يعني من لديهم رأس مال ومن لديهم القدرة على شراء أكثر من جهاز تستطيع أن تشتري جهازين جهازين أو تستطيع أن تشتري أربعة أجهزة أو ثمانية أو ستة عشر يعني المجال مفتوح لديك لتشتري الأجهزة التي تريدها طبعا سؤال دائما يتكرر كم الجهاز الواحد كم يعدن من العملات يعني أنا منذ تقريبا أربعة أشهر عندما انضممت للشركة كان الجهاز الواحد يعدن أكثر من ثلاثين عملة يوميا وقبل ذلك كان يعدن أكثر من خمسين عملة ولكن الآن الآن يعدن تقريبا خمس عملات يوميا الجهاز الواحد يعدن تقريبا خمس عملات يوميا لماذا يحدث هذا؟ لأنه يعني عدد الأجهزة محدد وعدد العملات التي سوف تعدن محدد وعدد السنوات التي ستعمل محدد فلذلك يعني إذا كان الجهاز يعدن يوميا خمسين عملة وإذا بيعت الأجهزة فخلال شهر أو شهرين سوف يصل إلى الرقم المطلوب وهو 600 مليون عملة زينيك ولكن نحن لا نريد أن نعدن كل هذه العملات يعني شركة تقول نحن لا نريد أن نعدن كل هذه العملات في فترة قصيرة ومن ثم نجلس نتابع هذه العملة التي لن يرتفع سعرها لأنه سوف يكون عرض كبير للعملة في السوق فيجب دائما تخفيض تخفيض الإنتاجية اليومية لكي نستمر بالتعديل لمدة عشرين سنة على أي أساس يحدث هذا التخفيض عند بيع كل ألف جهاز يتم تقليل عدد العملات المعدنة يوميا بنسبة أربعة بالمئة هذا المعيار الأول للتقليل تسمى هالفينغ أو التنصيف ولكن هي تقليل عدد العملات المنتجة يوميا والنوع الآخر الشركة بدأت في عشرة فبراير في عشرة فبراير في السنة التالية سوف يتم تقليل عدد العملات بنسبة 50% وكل سنة هكذا وكل سنة هكذا يعني إذا كان اليوم الجهاز الواحد يعدن خمس عملات سوف يأتي يوم ربما في الشهر أحصل على عملة واحدة وهكذا يعني حتى تنتهي هذه المدة وينتهي العدد المطلوب من العملات مزايا وفوائد الاشتراك في شركة زينيك بمجرد الاشتراك وتفعيل حسابك بشراء أسهم أو أجهزة أو مزارع فأنك تحصل على ما يلي وذلك بغض النظر إذا كان لديك فريق أو لا يعني الأمر الجيد جدا في هذه الشركة أنك لست ملزم لست ملزم على دعوة أحد أو بناء فريق تستطيع أن تستثمر أسمالك وتعمل به لوحدك لا علاقة لك بيعني لست مضطر على دعوة الناس وبناء فريق ويعني خصوصا الأشخاص الذين لا يحبون هذا العمل لا يحبون التسويق الشبكي أو لا يحبون أن يتعاملوا مع الفرق فبمجرد أن تشتري سهم من الأسهم التي تكلمنا عنها هنا أو جهاز من هذه الأجهزة أو مزرعة من هذه المزارع فأنك تحصل على أربع مزايا أساسية المزايا الأولى هي أنك تحصل على العملات معدنة يوميا عملات تظهر عملة زينيك تراها كل يوم تتراكم في مكتبك الخلفي خاصية ثانية الحصول على حصة من أرباح منصة زينيك للتداول منصة التداول الخاصة بزينيك التي قلنا لم تطلق بعد سوف تطلق في بداية العام القادم إن شاء الله فإنك تحصل على حصة من أرباح هذه المنصة حسب عدد العملات المعدنة لديك وأيضا تحصل على حصة من أرباح بطاقة زينيك الائتمانية بطاقة زينيك هذه أيضا سوف تطلق في العام القادم طبعا هذه البطاقات تربح أرباح خيالية فأنت كمشترك في شركة زينيك سفير ستحصل على أرباح من عوائد هذه البطاقة حسب عدد العملات المعدنة لديك وأيضا سوف تحصل على حصة من أرباح الترميز على البوكتشلن خاص بزينيك أيضا طبعا هذه الترميز الممتلكات العينية والرمزية فإن هذه الشركة تحصل على عمولات فهذه العمولات توزع أيضا جميع هذه العمولات توزع بنسبة 100% على حاملي عملة زينيك ولكن هذه العملات حصلوا عليها هذا الشرط أساسي هذه العملات حصلوا عليها هذا الشرط أساسي حصلوا عليها من التعدين يعني ربما يأتي الشخص ويقول أنا إذن يعني بدلا أشتري جهاز الآن وأنتظر ربما عشرين سنة حتى أحصل على ثلاث ألاف أو أربعة ألاف عملة زينيك فلماذا أنا أو ربما خمسة ألاف عشر ألاف حسب متى تشتري الجهاز يعني كلما اشتريت الجهاز أبكر كلما تحصل على عدد أبكر أكثر منها العملات بسبب خاصية التنصيف هذه كلما تأخرت في شراء الجهاز كلما سوف عند انتهاء التعدين بشكل عام بعد تساطة عشر أو عشرين سنة سوف تكون عملاتك أقل من الأشخاص الذين اشتروا الجهاز قبلك فربما تقول لماذا أنا أنتظر كل هذه الفترة فبدل هذه يعني أنا أستخدم الألف خمسمائة يورو هذه وأذهب وأشتري تقريبا أربعة ألاف أو خمسة ألاف عملة زينيك وأخزنها وأنتظرها في هذه الحالة نعم تستطيع فعل ذلك تستطيع الآن أن تذهب إلى بانكيك سواب هنا إلى بانكيك سواب أو يوني سواب وشراء عملات عملة زينيك وتخزنها ولكن هنا أنت تكون فقط مستثمر يعني اشتريت عملات واستثمرتها لن تستفيد من هذه الأرباح لا علاقة لك هنا يعني أنت خارج هذه الحلقة لذلك الأفضل أن أستثمر في شراء جهاز وليس في شراء عملات طبعا كل ذلك كان كل هذا الذي تكلمنا عنه حتى الآن قلنا هذا يسمى يعني باللغة الإنجليزية passive income يعني أنت وضعت استثمرت المال وتركت لا علاقة لك بشيء كل شيء يحدث لك وأرباحك تتدفق إلى المكتب الخلفي العملات تنزل في المكتب الخلفي الآن وفيما بعد هذه الأرباح التي تأتي من هنا سوف تنزل في مكتبك الخلفي بدون أن تقوم أنت بأي شيء كل شيء يحدث من تلقاء نفسه ولكن إذا كنت أنت أيضا تريد أن تربح أرباح أخرى وتسمى active income يعني أرباح تأتي من العمل ما هو العمل الذي أنا سوف أقدمه أن تكون مثلا أنت كمسوق شبكي وتقوم ببناء فريق إذا كنت أصلا لديك القدرة على بناء فريق والقدرة على دعوة الناس والتعامل مع الناس وتدريب الناس وفهم يعني تعليم الناس في هذه الشركة وتبني فريق فإنك تحصل على أرباح خيالية كبيرة جدا 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 تكاد يعني أنا حتى الآن لم أرى شركة يعني تعاملت مع عدة شركات لم أرى حتى الآن شركة تقدم أرباح وعمولات أن تكون مثلا أنت كمسوق شبكي وتقوم ببناء فريق يعني إذا كنت أصلا لديك القدرة على بناء فريق والقدرة على دعوة الناس والتعامل مع الناس وتدريب الناس وفهم يعني تعليم الناس في هذه الشركة وتبني فريق فإنك تحصل على أرباح خيالية كبيرة جدا 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 تكاد يعني أنا حتى الآن لم أرى شركة يعني تعاملت مع عدة شركات لم أرى حتى الآن شركة تقدم أرباح وعمولات من الفريق مثل شركة سفير يعني أرباح ثلاث أنواع من الأرباح النوع الأول طبعا هذا بغض النظر عن هذه الأرباح التي تكلمنا عنها هذه أرباح الفريق ملاحظة أخيرة قبل أن أكمل هنا الأرباح هذه الأرباح هنا لها علاقة بحجم استثمارك فأنت كلما كان الجهاز الذي اشتريته أكبر أو مثلا السهم أكبر أو كنت مشتري جهاز وليس أسهم أو كنت مشتري عدة أجهزة وليس جهاز واحد يعني كلما كان حجم استثمارك أكبر تكون أرباحك هذه أكبر أما هنا أرباحك يكفي يكفي لأن تكون تستثمر بمئة يورو فقط وتبني فريق يعني أرباح الفريق لا علاقة لها بحجم الاستثمار فقط يكفي أن تبدأ بالحد الأدنى بالحد الأدنى من الاستثمار والذي هو مئة يورو ومن ثم تبدأ يعني أنت شخص ليس لديك الأسماء الكبير لا تستطيع أن تشتري جهاز مثلا فتستطيع أن تستثمر بمئة يورو فقط وتبدأ ببناء فريق وتحصل على العمولات خيالية جدا ومن هذه العمولات تستطيع شراء أجهزة فيما بعد إن أرادت هذه الأرباح ثلاث أنواع النوع الأول هي أرباح التسجيل عندما يسجل أي أحد ويشتري جهاز أو أسهم في فريقك في المستوى الأول فأنت تحصل على تسعة بالمئة منه يعني فرضا صيح من الناس سجل في فريقك واشترى السهم بمئة يورو فتحصل أنت على تسعة يورو مباشرة اشترى جهاز كامل فتحصل أنت على مئة وخمسة وثلاثين يورو مباشرة تسحبها مباشرة في نفس اللحظة والعمليات الشحن والسحب على شركة سفير سريعة جدا جدا طبعا هذه الفائدة لن تحصل عليها في المستوى الأول فقط الجيل الأول لا تحصل على أرباح في الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس حتى الخامس عشر يعني أنت إذا كان لديك ثلاث أشخاص في المستوى الأول وكل واحد منهم لديهم ثلاث أشخاص وكل واحد منهم لديهم ثلاث أشخاص وهكذا فأنت تحصل على ملايين اليوروهات النوع الآخر من الربح هو مكافأة الرتب فكلما تقدمت بالرتبة فتحصل على الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس حتى الخامس عشر يعني أنت إذا كان لديك ثلاث أشخاص في المستوى الأول وكل واحد منهم لديهم ثلاث أشخاص وكل واحد منهم لديهم ثلاث أشخاص وهكذا فأنت ستحصل على ملايين اليوروهات نعم النوع الآخر من الربح هو مكافأة الرتب فكلما تقدمت بالرتبة فتحصل على مبلغ آخر طبعا أنا هنا صغرت الصور لأنني لست بصدد شرح تفصيلي لها إذا كنت تريد أن تعرف خطط الأرباح بشكل تفصيلي فأدعوك إلى مشاهدة هذا الفيديو سوف أترك هذه الروابط في صندوق الوصف أيضا هذا الملف أيضا فالتفصيل موجود هنا في هذا الرابط والنوع الثالث هو الأرباح الأسهم فأنت بمجرد أن تحقق رتب هذه الرتب فتحصل على أسهم هذه كل نجمة منها تمثل سهم يعني إذا كنت في هذه الرتبة رتبة روبي فتحصل على 300 يورو مباشرة وتحصل على سهم لمدة 6 أشهر السهم حاليا حوالي 250 يورو فإذا وصلت إلى رتبة سفير مثلا فتحصل على 20 سهم 20 ضرب 250 يعني 5000 يورو شهريا وهكذا فإذا هذه أرباح شركة سفير زينيك سواء أرباح الاستثمار أو أرباح الفريق وهناك يعني هذه الروابط سوف أترك لكم هذا الملف وهذه الروابط في صندوق الوصف لتتابعوا المزيد من المعلومات والفيديوهات رابط التسجيل وآلية التسجيل وأشرح لشركة سفير وبعض الفيديوهات الأخرى التي سوف تكون مفيدة لكم إن شاء الله أخيرا أقول أيضا أعيد ما قلته في مقدمة الفيديو أنا هنا أقدم لكم مشروع فرصة مشروع أنا أعمل به ويعني أقدم لكم بعض المعلومات عن هذه الشركة وبعض الروابط التي ممكن أن تبحثوا فيها عن الشركة ولكن الأمر يعود لكم يعني الأمر يعود لك لأن تبحث بنفسك عن هذه الشركة بشكل أفضل وإن عجبتك تستثمر فيها وأنت تتحمل مسؤولية نفسك لأنني أنا لا أقدم لك ضمانات في عالم الإنترنت لا يوجد شيء اسمه ضمانة 100% يعني نحن توجد بعض الأمور التي يهمنا في عالم الاستثمار على الأونلاين فالأفضل أن تكون تبحث بنفسك عنها وتتابع مشوارك مشوار النجاح إن شاء الله شكرا لكم على الحسن المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر